اهلا بكم انا واحد من الناس المؤمنين جدا بالقومية العربية وارى دائما من كل قلبي انه الحزن سيظل راسخا في عقولنا وقلوبنا طالما ان سوريا تعاني وان الشعب اليمني يعاني عايز اتكلم النهاردة على قضية مهمة جدا من قضية الطبية الخطيرة جدا اللي موجودة في اليمن وهي انتشار الكوليرا الكوليرا مرض الكوليرا من الامراض الوبائية مرض في منتها الخطورة لانه مرض قد يودي بحياة الناس ارتبط مرض الكوليرا بالحروب يعني المكان الذي توجد فيها حرب توقع ان تنتشر فيه الكوليرا وهنا تبقى علامات استفهام مخيفة جدا هل الكوليرا تنتشر نتيجة انخفاض مستوى المعيشية اثناء الحرب انتشار فرص الاصابة بالكوليرا نتيجة انخفاض النظافة انخفاض الرعاية الصحية والظروف المتعلقة بالصرف الصحي والنظافة والتطهير الواء الاخري ام ان هناك علامة استفهام خطيرة لو ذهبنا الى الكوليرا وذهبنا الى مشاهد قد تكون مخيفة مخيفة ومحزنة في نفس الوقت متعلقة بانتشار هذا المرض في شعبنا العربي وايضا في اي منطقة من العالم يعني انتشار الكوليرا في اي مكان يصيبك يصيبك بخوف شديد في مؤتمر صحفي بالعاصمة صنعاء قال ممثل المنظمة العالمية منظمة الصحة العالمية التابعة للامم المتحدة قالت ان عدد الوفيات بسبب تفشي الكوليرا في اليمن ارتفع الى 1500 حالة وقال ان عدد الحالات المشتبهة في اصابتها في الكوليرا بلغت 246000 حالة لغالة 30 يونيو الكوليرا طبعا مشكلة رهيبة جدا لانها مرض يؤدي الى اسهال شديد تؤدي الى فقد كميات كبيرة من الماء من الجسم طبعا يؤدي الى انتشار كمان الكوليرا ممكن تصل الى مناطق خطيرة جدا في الجهاز العظمي وقد تصل وتؤثر على الجهاز العصبي والكوليرا طبعا من الامراض المرتشرة تاريخيا او ارتبطت تاريخيا بالحروب والقصة يعني لما نقول انه من الطبيب الذي كان يتحدث على الكوليرا قديما هو طبيب البريطاني جوني سنو هو اول من اثبت في القرن التاسع عشر انه يمكن من انتقال الكوليرا الى حد كبير عن طريق توفير طبعا مياه الشرب وده اتعمل فيلم على فكرة وده توصل طبعا الى انه المضخة معينة ده كان في 1824 في شارع برود ستريت كانت هي المصدر الاساسي للعدوى وانتشار الكوليرا في ذلك الوقت في انجلترا وبدأ في احتواء الوباء بمجرد استبتال عتلت المضخة في ذلك الوقت وكانت شكل اسطوري من الطرح للكر طبعا الكوليرا في الحروب واحدة من الاسلحة البيولوجية وطبعا دي من الاشياء المسيرة جدا والتي ينبقي ان نهتم بيها في الفترة الحالية الاسلحة البيولوجية ده نقصد بيها جميع العوامل المسببة للامراض ولا او بها المختلفة طبعا يندرج تحت هذا المصطلح العسكري كل من البكتيريا الفطريات الفيروسات كمان السموم النتجة عن هذه الكائنات طبعا خلال الحرب العالمية الاولى استخدمت الاسلحة البيولوجية خيل انها من خلال الجيش الالماني وكمان القوات اليابانية في الحرب العالمية الثانية استخدمتها ضد الصينيين استخدام الاسلحة البيولوجية قديم جدا يعني استخدمت من قبل الاشوريين ضد عدهم وايضا قيل انها استخدمت في الحرب الصليبية الحروب الصليبية كمان قيل ان المهاجرين الاوروبيين استخدموها ضد الهنود الحمر في امريكا في الحروب الخاصة بابادة الهنود الحمر في امريكا الكوليرا كسلاح بيولوجي الرئيس الزنبابوي اتهم الحكومة البريطانية في 2008 باستخدام الكوليرا كسلاح بيولوجي ادى الى مقتل المئات من السكان الزنبابوي في ذلك الوقت في الحرب التي كانت تجري في ذلك الوقت هناك الكوليرا من الحاجات اللي عليها علامات استفهام مهمة جدا وخطيرة للغاية لا ينبغي ان ننظر لانتشار الكوليرا في اليمن مجرد انها نظرت انتشار مرض مرتبط بانخفاض الرعاية الصحية في وقت الحرب التاريخ اثبت ان الكوليرا مرض مرتبط بالحروب وان فكرة نشر الامراض عن طريق الميكروبات او عن طريق الاسلحة البيولوجية موجودة منذ القدم وانه بلا شك قسوة الاسلحة الحديثة لا تنفي ابدا وجود اسلحة بيولوجية موجودة فيها لكن شيء مؤلم للغاية ان ينتشر هذا المرض بقسوة المرض ده على فكرة انا دايما ولا بذكره ولا بشرحه ولا بتكلم عنه دايما نقول انه مرض مزل مرض يحدث فتيج رهيب احساس بالاهياء غير عادي الانسان بيبقى تقريبا مشلول ما بيقدرش يتحرك سريع الانتشار لا يمكن السيطرة عليه بسهولة شديدة جدا نشره سهل للغاية خصوصا في مجتمع بيعاني من حالة حرب وفي مجتمع اساسا زي ما بيقولوا الـ under service بتاعه او الـ underground service الوحدات الموجودة او الخدمات الموجودة الخاصة به غير جيدة على الاطلاق خدات الصحية المرتبطة به والبنية التحتية المرتبطة بهذا المجتمع اساسا منهارة وزاد عليها في الفترة الاخيرة في حالة الحروب الموجودة فيها كل دعوتنا طبعا لاطفال اليمن اطفال العرب انه هم ربنا يخفف عنهم هذا البلاء وان الشعب اليمني يعود مرة اخرى الى كامل عافية وان تنتهي هذه الكوابيس المزعجة المنتشرة والتي تحمل في طياتها ايضا علامات استفحام خطيرة للغاية متعلقة به واحدة من ابشع واكثر الاسلحة قزارة وان كنت لا اصف ابدا سلاح بانه غير قزر ولكن هذه اكثرهم خصة هي الاسلحة البيانوجية خلينا نفكر في هذه النقطة كثيرا جدا ونتملى فيها لانها في مدهى القسوة ولكنها تحتاج الى تفكير كبير كل دعوتنا لاشقائنا اليمنينين بان يكشف عنهم ربنا سبحانه وتعالى هذا البلاء خليكوا دايما معنا ثلاثا